أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت رسوخ ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المتحدة والممتدة لأكثر من 120 عاماً جاء ذلك في لقاء جمع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وعضو غرفة التجارة العربية البريطانية ضرار الغانم بوزير التجارة الدولية البريطانية رانيل أردينة بحضور نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية الشيخ أحمد دعيج الصباح وقالت الغرفة في بيان صحفي أن اللقاء جاء بدعوة من السفارة البريطانية في دولة الكويت إذ تم التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الوزير البريطاني الذي أكد على أهمية اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الكويتي ممثلاً بغرفة التجارة والصناعة ونقل البيان عن الوزير البريطاني قوله أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع دول الخليج العربية خصوصاً بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مشدداً على أن بريطانيا تتطلع باهتمام بالغ إلى البدء في مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج العربية